بحضور شخصيات أدبية وثقافية أقام تحاد الكتاب العرب في دماشق حفل توقيعنا وندوة حول كتاب باريس عاصمة عربية من تأليف الصحفي الفرنسي نيكولاس بو وبدراسة وتحليل الكتب عدنان عزام هذا الكتاب يدخل ضمن سلسلة مئات بل آلاف الكتب الاستشراقية التي كتبها المستشرقون الغربيون عن الشرق وعن البلاد الشرقية وعن عوالم الشرق كتاب باريس عاصمة عربية كتبه مؤلف فرنسي صحفي وكاتب اسمه نيكولاس بو تطرق من خلاله للوجود العربي في فرنسا بدءا من المثقف العربي الأول أو الطالب العربي الأول رفاعة طهطاوي الذي حضر إلى باريس مع مجموعة من الطلاب المصريين عام 1830 واستقروا في باريس في منطقة جامعة السوربون أو ما يسمى بالحي اللاتيني المعروف في كل العالم أنه هو الحي الثقافي أو مكان تواجد المثقفين من كل دول العالم في هذه المنطقة الكتاب تناول الكثير من الحقائق والمعلومات التي تكشف خفايا سياسة الغرب الاستعماري ومخططاته وأطمعه في المنطقة كثيرة هي الكتب التي تناولت علاقة العرب مع فرنسا ولكن هذا الكتاب جدير بالقراءة لأسباب كثيرة أولا المؤلف كتب هذا الكتاب بمحبة يعني هو لم يكتب ضد العرب وإنما كتب منتقدا إياهم لأنهم لم يحافظوا على مصالحهم وإنما نقلوا معهم عيوب المجتمعات العربية إلى باريس والنقطة هذه نقطة النقطة الثانية بأن المترجم يتقن لغة الفرنسية إتقانا تاما هذا الكتاب يعد ثمرة جهد طويل بذله المترجم الأستاذ عدنان عزام الرجل الوطني الذي امتطى صهوة جواده ووصل به إلى باريس عاصمة فرنسا وبعد ذلك عاش فيها فترة من الزمن كان خلالها يتدخل في بنية المجتمع الفرنسي معرفة وتقيما بمعنى اقتحم القشرة الخارجية وتغلغل منها إلى القشرة الداخلية فعرف الناس واطلع على التاريخ الفرنسي واكتشف اكتشافا ربما غاب عن أذهان كثير من الناس أن الحضارة العربية موجودة في كل شارع من شوارع باريس الكتاب تحدث عن مرحلة مهمة من تاريخ فرنسا ونظرتها العنصرية تجاه المثقفين العربة الذين وصلوا إلى جامعة السوربونة بباريس فضلا عن ملايين المهاجرين الفقراء الذين تم احضارهم عنوة من الأرياف المغاربية المستعمرة ليوسموا بإعادة بناء ما دمرته الحرب العالمية الثانية